الارهاب موجود لم ينتهي وإحنا قاعدين 100 مليون أو أكتر عايشين وربما مش عارفين اللي بيدور أو بعضنا مش عارف اللي بيدور أو معظمنا مش عارف اللي بيدور هناك هناك على ثغور الوطن ومش بقول أفلام ومش بقول كلام ولا تنظير المنطقة الغربية الحدود الغربية مع ليبيا بلا دولة بلا دولة بالمعنى السياسي والمعنى العسكري فيه فراغ فيه فوضى في الحدود الغربية من يتحمل حماية مصر وضهر مصر من المنطقة الغربية غير أبناء الجنود من بيتحمل حماية المناطق الشرقية عند الإرهابيين اللي بيجوا من فين وبيروحوا من فين اللي بيطلعوا من تحت الأرض من غير أبنائنا وكذلك الحدود الجنوبية والشمالية والحدود مع الاحتلال الإسرائيلي والحدود مع غزة والأنفاق وهكذا من يحمي هذا من يحمي مياه مصر وسماء مصر أنا بفكر الناس وبقول إحنا قاعدين وبنتكلم بنجاهد بالكلمة إن كان هذا جهات الناس دي بتجاهد بأرواحها بتقدم أرواحها تخيل كل واحد أو تخيل كل واحدة بالقدامي ابنك أو ابنك أو أخوك أو أخوك هو الموجود دلوقتي في هذه اللحظة في سيناء كم القلق للأسر بتعيشه كم التطحية للأسر بتقدمها كم التطحية والفداء اللي لولاد بيقدموه أبناءنا العظماء بيقدموه لازم يستحقوا مننا كل شكر وكل تقدير وكل عرفان وكل دفاع إزاي أقبل على نفسي أبقى قاعد عملا تكلم وأنا قاعد مبتسم وأبناءنا مثلا بيقتلوا بيجهدوا بيضحوا دلوقتي في اللحظة اللي احنا فيها قاعدين كل واحد فينا لابسوا قاعد وساعان ودول موجودين في الصحرة في كل مكان افتكر من فضلك افتكر من فضلك ما حدش ينسى من فضلك ولو سمحت أرجوكوا افتكروا ولادكم اللي موجودين دلوقتي في شوارع مصر اللي بينظم مروره اللي بيشتغل واللي بيدور على مجرم واللي بيدور على خالية إرهابية واللي بيبنع عملية إرهابية واللي موجود على الحدود واللي موجود على الثغور اللي موجود في سينة في الصحرة الغربية في السلوم في داحية الحدود كل دول ولادنا لازم نفتكرهم لازم نفتكر ان كل يوم في ناس بيتقدم عرق ودم بيتقدم كل يوم لازم نصحى ولازم نعرف ولازم نشكر هؤلاء دائما وابدا بلا توقف النهاردة البرلمان كان بيقوم بشغله مجلس النواب كان بيقوم بشغله في نفس الاطار اللي بحك فيه الارهاب موجود قدر هذه الدولة ان هي تجابه وتواجه وحدها كلام واضح الدولة بتجابه وتواجه وحدها بسواعدها بابنائها بقوتها بشرطتها بجيشها بمجتمعها بتواجه الارهاب لم ينتهي ولن ينتهي الا اذا قطعنا دابر الارهاب من كل جحر على ارض مرحب